باكو هي عاصمة أذربيجان هنا تم استضافة مباريات بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم في مركز السلطة السياسي الحاكم المستبدو إلهام علييف في بلدة تداس فيها حقوق الإنسان حرفيا تحت الأقدام هذه ديكتاتورية واضحة في أوروبا يحاول النظام شراء الصمعة الطيبة بالمال وماذا عن ألمانيا منذ بداية العام لفتت اتصالات بعض الساسة الألمان مع أذربيجان الانتباه واتضح أن هؤلاء الساسة يعملون لصالح النظام منذ فترة لا أشعر أنني مرتشن أو فاسد إلى أي مدى تمتد الذراع الطويلة للحاكم المستبد علييف هل كان من الممكن شراء الساسة ألمان وماذا يعني ذلك للناس في أذربيجان في الطريق إلى أذربيجان بعد كفاح طويل مع السلطات تم السماح لنا بالسفر وسط العاصمة باكو يقدم نفسه كواجهة لمدينة فائقة الحداثة مبان رائعة وقصور زجاجية تهيمن على المشهد المال لا يبدو مهما هنا فأعمال البناء على قدم وصاق في كل مكان لسيما المباني الشاهقة المال يتدفق في المقام الأول من تجارة النفط والغاز على سبيل المثال أبراج فليم تاورز بارتفاع 180 مترا والتي من المفترض أن تجسد النيران المتأججة في أرض النار وبجوارها مباشرة مقر حكومة الرئيس إلهام علييف غير مسموح رسميا بتصوير المبنى فالأمور في أذربيجان مختلفة وخاصة فيما يتعلق بالحريات والمعايير الديمقراطية نلتقي بالناشطة والمحامية في مجال حقوق الإنسان زالا بايارا موفا اللقاء ليس داخل أحد المباني الفاخرة وإنما في فناء خلفي مهدم هنا مكتبها من يجرؤ على انتقاد الحكومة يعيش حياة خطيرة حسب ما تقول ومع ذلك نظمت مع صديقتها جولنارا العديد من المظاهرات من أجل حقوق المرأة والمثليين والمثليات زالا تخض ضد النظام عدة قضايا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نحن لسنا أحرارا بل إننا أسوأ دولة في المنطقة وذلك في المقام الأول لأن وضع حقوق الإنسان سيء للغاية فقد اعتقلت الشرطة على سبيل المثال مئة من المتحولين جنسيا والمثليات والمثليين في الشوارع دون سبب لقد أسيئت معاملتهم وتعرضوا للصدمات الكهربائية وهذه القضية معروضة الآن على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لاتخاذ قرار بشأنها الناشطتان تعرضان لقطات فيديو من مظاهرة وسط مدينة باكو قبل بضعة أسابيع نشاهد فيها تعرضهما لعنف جهاز الشرطة واعتقالهما خلال دقائق في النهاية ألقيت المحامية في مركز الشرطة يقال عادة إن الشرطة موجودة لحماية الناس لكن الأمر معكوس تماما في أذربيجان هنا تحمي الشرطة النظام من الناس ومن المتظاهرين ننتقل إلى جنيف في سويسرا حيث نلتقي ناشطا من أذربيجان وجد هنا ملاذا آمنا هرب قبل سنوات من أذربيجان للنجاة بحياته آمين حسينوف كان قد أسس منظمة للصحفيين وكتب مقالات منتقدة لحملات الاعتقال في بلده بعدها أصبح مستهدفا من قبل النظام لا يزال يتذكر أحد المواقف أثناء عرض فيلم طلبي حول تشيكيفارا فبعد أن فضت الشرطة العرضة تم اقتياده مع 25 مشاركا إلى مركز الشرطة أحضر أحد رجال الشرطة سلاحا وقال ليس أقتلك فقلت له ليس بمقدورك أن تقتلني ثم ضربني بالسلاح على رأسي من الخلف حتى غبت عن الوعي بعدها بثماني ساعات أفقت في المستشفى بعدها بسنوات أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكما يدين إساءة الشرطة لمعاملة حسينوف وألزمت النظام بدفع 20 ألف يورو كتعويض له أخبرنا الناشط أنه يحاول منذ سنوات لفت انتباه الساسة الأوروبيين للوضع المزري لحقوق الإنسان ومن أجل ذلك يسافر بانتظام إلى المجلس الأوروبي في ستراسبورغ وذلك حتى عندما كان يقيم في أذربيجان أعتقد أنني كنت ساذجا في أول ثلاث أو أربع سنوات من نشاطي حتى عام 2012 تقريبا حينها اتشفت وجود خطأ ما ستراسبورغ قصر أوروبا من هنا يراقب المجلس الأوروبي مدى الالتزام بحقوق الإنسان في الدول الأعضاء السبع والأربعين ليس فقط الدول في الاتحاد الأوروبي وإنما أيضا بلدان كروسيا وأذربيجان البعيدتين عن الديمقراطية لكن ما هي الأهداف التي يتبعها حاكم باكو المستبد هنا؟ أثناء بحثنا اكتشفنا فيديو يظهر فيه إلهام علييف وهو يستعد لدخول المجلس الأوروبي في عام 2012 ظهرت شكوك خطيرة حول محاولة أذربيجان تقديم روشا لساسة في المجلس الأوروبي بالمال والهدايا الثمينة هذا الرجل يلجأ إليه الباحثون عن الحقيقة غيرالد كناوس يرأس في برلين مؤسسة بحثية تبلغ الحكومات الأوروبية عن أوضاع حقوق الإنسان في ذلك الوقت كان يراقب مع زملائه الوضع في أذربيجان هنا حصل أشخاص على المال وتلقوا الهدايا وتم سداد نفقات عطلاتهم وكذلك تم رشوتهم بعاملات الجنس كل هذا كان ممكن في ستراسبورغ ولم يمتلك أحد الشعور بضرورة التدخل لقد صدمني هذا حقا أمين حسينوف توصل إلى تقييم مشابهة فقد لحظ في ذلك الوقت أشياء غريبة للغاية شهد في المجلس الأوروبي رجلين في ستراسبورغ يتحدثان أمام القاعة العامة رأيت بعيني كيف جلس نائب أذربيجاني مع أحد مساعديه في الممر وفتح حقيبته وسحب منها قائمة وأغلفة خطابات من النوع الذي يناسب الأوراق المالية وسمعت الحديث نظر النائب إلى قائمة الأسماء وقال لقد سبق وقدمنا لهؤلاء ما طلبوه ورد مساعده قائلا لقد ترأى أمر ما وعلينا أن نعطيهم المزيد هل كان الأمر يتعلق براشاوة؟ لم يستطع الصحفي إثبات ذلك في بداية عام 2013 عقد المجلس الأوروبي جلسة لا تنسى العضو الاشتراكي كريستوف شتريسا قدم مشروع قرار يتعلق بانتهاكات في أذربيجان طالب خلاله بإطلاق صراح المعتقلين السياسيين غير أن القرار رفض بعد مناقشات ساخنة تحدث كريستوف شتريسا في ذلك الوقت مع العديد من الخبراء ونشطاء حقوق الإنسان كان يتوقع مقاممة القرار لكنه فجأ بفشله بعدها كانت الفرحة الطاغية لدى النواب من أذربيجان كان أبرزها فرحة رئيس وفدي أذربيجان أنذاك والذي قفز وتحدث بالانجليزية قائلا هذا ليس مجلس السيد شتريسا هذا هو مجلسنا لأوروبا هل سقط المجلس الأوروبي بين أيدي أذربيجان؟ بعدها بفترة وجهزة اكتشفت السلطات الإيطالية تدفقات مالية مريبة إلى عضو إيطالي بالمجلس الأوروبي ويفترض أن لوكا فولونتي حصل على المال من أذربيجان إذ يقال أن نظام هناك منح العضو الإيطالي أكثر من مليوني يورو بمساعدة مبعوث أذربيجان تحت مسمى مكافآة تقديم استشارات وتشير رسائل إلكترونية إلى أن فولونتي عمل على جمع أصوات ضد قرار شتريسا ووفقا للمحققين اشتكى فولونتي لزميله العضو الأذربيجان من عدم دفع مبالغ مالية بعد أيام من التصويت في بداية هذا العام أصدرت محكمة في ميلانو حكما بسجنه أربعة أعوام بتهمة الفساد إلا أن فولونتي استأنف الحكم ونظرا لأن القضية مستمرة رفض التحدث معنا حول الأمر لكن يقال إن ساسة ألمان أيضا تلقوا أموالا من أذربيجان وهنا تحديدا يبرز اسم إدوارد لينتنا في التسعينيات شغل عضو الحزب المسيحي الاجتماعي منصب سكرتير عام في وزارة الداخلية في عهد هيلموتكول بعدها تم إفاده إلى المجلس الأوروبي بوصفه عضوا في البرلمان الألمانية بعد اتصالات تلفونية كثيرة وافق البالغ من العمر 76 عاما أن يستقبلنا في مكتبه وتحدث لأول مرة أمام الكاميرا حول الاتهامات الموجهة إليه وكيف بدأ بتحقيق مصالح مشتركة مع النواب من أذربيجان كنا بطبيعة الحال سويا في اللجنة المختصة أو في اللجنة التي تعاملت مع هذا الأمر ومن هنا بدأ طبعا الحديث عني وهو أمر لا مفر منه وأكد أن مواقفه المؤيدة لأذربيجان قد خدمت أيضا مصالح ألمانيا أذربيجان بطبيعة الحال منطقة مثيرة للاهتمام بشكل كبير في العالم فطريق الحرير القديم يمر من هناك وتوفر الكثير من الغاز والنفط والنقل عبر خط أنابيب إلى إيطاليا هذا يعني أن مصلحة أوروبا وألمانيا يجب أن يتم استيعابها في العلاقات مع أذربيجان وتستحق أيضا الجهود التي بدلناها هناك إلا أنه يشتبه في تورط لينتنا بالفساد في بداية العام الماضي قامت النيابة العامة بمدهمة غرف هذا المكتب وكان الأمر يتعلق بالتالي بعد المسار السياسي للينتنا أسس العديد من الشركات بعضها بتمويل مباشر عبر منظمات قريبة الصلة بنظام أذربيجان وعن طريق بنك دنماركي وأربع شركات وهمية في لندن تم تحويل الأموال إلى ألمانيا ويقول المحققون أن الأمر يتعلق بملايين اليوروهات يقال إنك حصلت على أكثر من أربعة ملايين يورو خلال هذه الأعوام ماذا فعلت بها؟ المبلغ يبدو كبيرا للغاية لقد تلقينا مبالغ شهرية ومن خلالها استعجرنا مكتبا مكلفا في برلين داخل الحي الحكومي ثم جهزناه وقمنا بتعيين موظفين ولم يتبقى في نهاية الأمر الكثير من المال ولكن ماذا حدث كذلك بالمال الذي جاء من أذربيجان؟ طبقا للتحقيقات قام لندنا بتوزيع جزء من المال إلى ساسة آخرين هي أيضا حصلت على أموال كارين شترانس عضوة الحزب المسيحي الديمقراطي التي توفيت فجأة في مارس في عام 2017 خاضت كارين حملة انتخابية للبرلمان الألمانية موعد التقاط الصور أمام متجر للمواد الغذائية بمقدوركم بكل سرور طلبوا إجراء مقابلة بعد الانتخابات البرلمانية هل حصلت على المال نظير سلوكها المؤيد للنظام في أذربيجان؟ لقد لاحظنا مذا حرصها على علاقاتها مع أذربيجان آنذاك تظهر هذه الصور أثناء رحلتها عام 2015 إلى باكو ضمن وفد برلماني ألماني ويظهر أنها متوافقة مع إلهام علييف المستبد بل إنها صوتت في المجلس الأوروبي ضد إطلاق صراح المعتقلين السياسيين في أذربيجان وإضافة إلى ذلك سافرت إلى هناك بصفتها مراقبة للانتخابات وشهدت أن انتخابات نظام علييف كانت نظيفة كيف توصلت كارين شترانس إلى هذا التقييم وقتها؟ تظهر تحرياتنا اللاحقة أن مراقب الانتخابات التابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا توصلوا لاستنتاج مختلف تماماً فقد تأكدوا أن الانتخابات لم تكن حرة أو ديمقراطية مشاركة شترانس في مراقبة الانتخابات كانت منظمة من جهة خاصة أو بالأحرى بتكليف من إدوارد لينتنا في المقابلة معه اعترف بشكل اللافت أن النظام سدد في ذلك الوقت جميع التكاليف بما في ذلك الطيران والإقامة والوجبات الأشخاص الذين تم دعوتهم كانوا يأملون في أخذ صورة موضوعية ومقنعة عبر القيام بالعديد من المراقبات وليس لمرة واحدة وقد قمنا بمراقبة الانتخابات وتأكدنا من عدم وجود مخالفات جسيمة للقواعد الديمقراطية في مراكز الاقتراع يوم الانتخابات مفوض حقوق الإنسان بالحزب الاشتراكي فرانك شوابا شارك في مراقبة الانتخابات في أذربيجان كعضو في المجلس الأوروبي ضمن مهمة رسمية فماذا يقول عن مهام مراقبة الانتخابات التي نظمها إدوارد لينتنا بشكل خاص كان ما الواضح تماما أن أذربيجان تقوم بشراء بلاثات لمراقبة الانتخابات من أجل الحصول على صورة جيدة على الصعيد الدولي وأعطاء مظهر معاكس لما يحدث في البلاد وستغلوا بذلك أساسة أوروبيين بما في ذلك أعطاء في البرلمان الألماني وأعتقد أن ذلك أفشع ما يمكن القيام به في غضون ذلك حققت لجنة خارجية في الدعاءات حصول نواب في المجلس الأوروبي على ريشان وثبت وجود مخالفات جسيمة من جانب الأعضاء المشاركين وكانت النتيجة تحضر حضور المجلس لكل من لينتنا واشترانس أما سلطات التحقيقات الألمانية فركزت على سياسي آخر هو عضو الحزب المسيحي الديمقراطي أكسل فيشا والذي ترأس الوفد الألماني في المجلس الأوروبي لسنوات عديدة الصحفي الأذربيجاني أمين حاسينوف قابل فيشا عدة مرات في المجلس الأوروبي ويقول إنه لحظة أن عضو الحزب المسيحي كان حريصاً على عرقلة كشف المخالفات لقد تحدثت عشرات المرات مع السيد فيشار كنا نريد عقد جلسة استماعاً لأن العديد من أعضاء جبهة المحافظين كانوا متورطين في مصالح مشبوهة وعملوا دون خجل كجماعة لوبي للضغط في المجلس الأوروبي لصالح حكومة أذربيجان وكان فيشار دوماً إلى جانبهم سافر أكسل فيشا أيضاً كثيراً إلى أذربيجان وهناك شكوك حول حصولها على أموال أيضاً من لينتنا هل حصل فيشا على أموال منك؟ لا أدري لا يمكنني فعلاً أن أخبركم لابد أن أقوم أولاً بالاطلاع على الدفاتر لأن الموضوع يعود لسنوات طويلة وكان هناك تعاون كثيف بيننا لذا لا أستطيع فوراً أن أقول إذا كان تم دفع مبالغ مقابل خدمات معينة أكسل فيشا كان أحد أهم اللاعبين في عالم المجلس الأوروبي وتصور أن السيد لينتنار لا يعرف ما إذا كان أكسل فيشا حصل على أموال من عدمه رأى أمر لا يتمتع بمزاقية كبيرة في غضون ذلك رفع البرلمان الألماني الحصانة عن عضو الحزب المسيحي الديمقراطي وهناك تحقيقات جارية ضد الاشتباه في حصوله على رشوة طلبنا منه كتابياً إجراء مقابلة لكنه رفض كما أنه لم يرد أيضاً على قائمة أسئلتنا هنا في المجلس الأوروبي جلس أكسل فيشا حتى بداية عام 2018 لسنوات عديدة يفترض أنه وأساسة ألمان آخرون عملوا لصالح أذربيجان الحاكم إلهام علييف استغل خلال هذه السنوات القرارات الصادرة في المجلس الأوروبي من أجل صمعة طيبة لبلده كما حدث عام 2014 عندما سأله صحفي عن المعتقلين السياسيين في ديسمبر الماضي جرت مناقشات كبيرة في المجلس الأوروبي حول هذا الموضوع وقد فشل صدور القرار الذي تبناه بعض أعضاء المجلس البرلماني ولم تدعم الأغلبية في المجلس صدور هذا القرار ومن هنا أستنتج وهذا ما سبق وقلته أمام المفوضية الأوروبية أنه لا يوجد معتقلون سياسيون في أذربيجان في وسط ألمانيا نلتقي رجلا يعتبر هذه الكلمات استهزاء إنه يافاز حسنوف الذي عمل في بلده أذربيجان كمراسل لمحطة إذاعية أمريكية وأثناء تحرياته حول حالات تعذيب المعتقلين في أذربيجان تم اختطافه في الطريق العام على يد عملاء مسلحين للمخابرات وتم ترحيله إلى إيران حسب قوله على حد قوله لم يهرب إلا من خلال حيلة لكن جهاز المخابرات هدده وضربه مراراً وتكراناً بسبب تحرياته وفي عام 2014 وضعت مجموعة على الفيسبوك مكافأة على رأسه وما يزال يتذكر الكلمات هرب حسنوف وحصل في غضون ذلك على اللجوء في ألمانيا لكنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب تورط ساسة ألمان في دعم نظام علييف سياسيون فاسدون الواضح بالنسبة لنا هو أن ليس كل من يتحدث مع نظام أذربيجان يمكن اعتباره فاسداً ولكن هناك سياسيون يلفتون الأنظار بسبب قربهم الشديد لهذا النظام كام مارك هاوبتمان الذي استقال كعضو عن الحزب المسيحي الديمقراطي بسبب فضيحة عمولات الكمامات الواقية هذا الرجل مولته صحيفة محلية في أذربيجان من خلال نصوص دعاية من أجل التسوق في باكو وقد رفض الإجابة عن أسئلتنا إيغون يونتا عضو سابق في البرلمان عن الحزب المسيحي الديمقراطي عن ولاية بادن فورتمبرغ وفقاً لتحرياتنا قام هو الآخر بالسفر إلى باكو بدعوة من لينتنا لمراقبة الانتخابات بشكل خاص إلا أنه أخبرنا أنه لم يحصل على أموال من أذربيجان أما نيكولاس لوب فكان يريد أن تمول مجموعة لوب أذربيجانية احتفالية للحزب المسيحي الديمقراطية وبعدها سفر عدة مرات إلى باكو ورفض الرد على أسئلتنا واكتشفنا إلى أنه احتفل مع سفير أذربيجان بعيد ميلاده في فندق أدلون الفاخر هل توجد بين نواب برنين شبكة لأذربيجان؟ توصلنا لأحد الإجراءات المثيرة في البرلمان الألمانية عام 2019 قدم أربعة نواب استفسارات برلمانية حول إقليم ناغورني كاراباخ هذا الإقليم متنازع عليه منذ عقود بين أذربيجان وأرمينيا ويوجه حاكم أذربيجان المستبد علي في اتهامات للجارة باحتلال الإقليم بشكل غير مشروع بعض نواب الحزب المسيحي الديمقراطي كانوا يريدون معرفة ما إذا كانت الحكومة الألمانية تشاطر أذربيجان موقفها وكان من بين من وجهوا الاستفسار أيضا أكسل فيشا الشيء الغريب أن الاستفسارات الأربعة كانت بنفس الصياغة كيف كان هذا ممكنا؟ هل تم التنسيق فيما بينهم؟ تحرياتنا أظهرت أن اقتراح الاستفسارات جاء من هنا مباشرة من سفارة أذربيجان من خلال رسالة إلكترونية إلى أحد النوابي في سبتمبر عام 2019 سيكون مصدر سعادة لنا إذا ما تفضلت بمتابعة هذا الموضوع هناك موقف واضح بموجب القانون الدولي وهو أن أقليم ناغورني كارباخ تابع لأذربيجان لكن هناك مفاوضات دولية أيضا بهذا الصدد بمشاركة ألمانية وبطبيعة الحال فأن هؤلاء النواب قد قوضوا المفاوضات وعطوا أذربيجان شعورا معينا بأنها إذا تصرفت بشكل حربي هناك فستحصل في نهاية المطاف على غطاء دولية الواقع أنه بعدها بسنة في صيف عام 2020 تصاعد النزاع في إقليم ناغورني كارباخ واستولت أذربيجان على مساحة كبيرة من الإقليم وسقط العديد من القتلى غير أن هناك حالة من الفخر في أذربيجان بتحقيق النصر وكرمز للنصر تعلق هنا وسط المدينة الخوذ الخاصة بقتل أرمينيا ويتم تشبه الأرمن المهزومين بالأشكال القبيحة يحدث هذا في دولة عضو في المجلس الأوروبي يتوجب عليها الالتزام باحترام حقوق الإنسان ويبدو الآن أن الحاكم المستبد إلهام علييف رسخ أقدامه في السلطة أكثر من أي وقت مضى في هذه اللافتة مكتوب كارباخ أرض أذربيجانية وتحتها اسم رئيس الدولة بفضل مبيعات النفط والغاز في المقام الأول يتمكن علييف من تأمين نفوذه وأثناء تحرياتنا أمام بوابات العاصمة باكو شاهدنا وحدات استخراج النفط رائحة الهواء عفنة من النفط والتربة تبدو ملوثة على امتداد كيلومترات غير أن نفط وغاز أذربيجان مطلوبان في أوروبا منذ بداية العام يمتد خط غاز جديد من أذربيجان إلى إيطاليا عبر ثلاثة آلاف كيلومتر ومن هناك يصب في الشبكة الأوروبية ومنها إلى ألمانيا أحد الشخصيات الرائدة في قطاع الطاقة الأذربيجانية رئيس مؤسسة الطاقة العملاقة سوكار في ألمانيا وينتمي لشبكاته في ألمانيا المنتدى الألماني الأذربيجاني الرئيس الشرفي هو القنصل الفخري لأذربيجان أوتوهاوزا الذي كان متحدثا حكوميا في عهده الموتكول والذي اعتاد الإشادة بنظام أذربيجان على نانو بشكل فعال شارك في المنتدى الألماني الأذربيجاني من البداية توماس باريس وكيل الوزارة البرلماني في وزارة الاقتصاد والذي زار أذربيجان كثيرا مع عضوي اللوبي إدوارد لينتنا وأوتوهاوزا في رحلة عام 2019 لم يجلس هاوزا بجوار رئيس أذربيجان بوصفه القنصل الفخري وإنما جلس مع الوفد الألماني جنبا إلى جنب مع توماس باريس من الواضح من خلال لغة الصور أن هذا كان نوعا من المحسوبية حيث كان جميع مشارك يعرف بعضه البعض جيدا لقد فعلوا شيئا لمتابعة السياسة الخارجية والاقتصادية لألمانيا لصالح أذربيجان وأنا أرأنا شيئا كهذا غير مناسب على الإطلاق قام توماس باريس بإبلاغنا عبر وزارة الاقتصاد بأنه لم يكن لهم أي تأثير على مسار الاجتماع في باكو وأظهرت التحريات شبكة من السياسة الألمان عاملوا من أجل مصالح أذربيجان البعض أظهر تقاربا غريبا والبعض الآخر عمل سياسيا لصالح النظام والآن يواجه آخرون تحقيقات جنائية أيضا لأنهم سمحوا لأنفسهم بتقاضي أموال أرسلنا أسئلة إلى السفارة الأذربيجانية في برلين حول جميع هذه الأحداث إلا أننا لم نحصل على أي إجابة فماذا عن السياسة الألمانية؟ الراحلة كارين شترانس تلقت قبل وفاتها توبيخا من البرلمان الألمانية غير أنه سمح لها بالبقاء كعضوة حتى نهاية فترتها وهو ما حدث أيضا مع أكسل فيشا صحيح أن لوبا وهاوبتمان فقد الوظيفة ولكن ليس بسبب أذربيجان وإنما بسبب صفقة الكمامات المريبة في أوائل أبريل وفي المجلس الأوروبي في ستراسبورغ شاركت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبر الفيديو وكانت تعلق على قضية أذربيجان لقد وجهنا نظرة شاملة للغاية حول هذه المسألة وعلينا القول إن جميع من كانوا متورطين في هذا الشأن الأذربيجاني تعرضوا بحسب اعتقادي لنقاشات انتقادية للغاية في العلن وأرى أن شفافية المجلس الأوروبي والمتابعة الوطنية على حد سواء أدي إلى إمكانية منع حدوث أشياء كهذه في المستقبل هل كانت كلمات المستشارة مقنعة؟ جيرالد كناوس الذي لم تجد تحرياته عن الفساد في المجلس الأوروبي أي صدى له مطلب واضح يجب أن تعمل ألمانيا على التكليف بإجراء تحقيق جديد وتحديداً حول الدور الذي لعبه نظام أذربيجان في هذه الأحداث وماذا حدث أيضاً في الدول للعضاء الأخرى إذا نشطت ألمانيا في هذا الاتجاه فسيكون هذا بمثابة إشارة بأننا نأخذ هذه الفضيحة على محمل الجد منتقد النظام في منفاه في السويسرا أمين حسينوف مصاب بخيبة أمل من ألمانيا فبينما يعمل بعض الساسة الألمان كمساعدين لنظام علييف تستمر انتهاكات حقوق الإنسان في أذربيجان حتى اليوم لقد سرقوا مستقبلنا وأضعوا أمالنا في المستقبل ولم تفعل ألمانيا شيئاً لنا أما لينتنا الذي تلقى الملايين من أذربيجان فلا يرى حتى اليوم أن هناك مشكلة ما قمنا به لا يعاقب عليه القانون ولم يسأ بأي شكل يعني هذا أنك في سلام مع نفسك نعم للغاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر